جماعتكم بالإيطار التنسيقي بيكم حيل يسولكم كتلة أكبر وترجعون عن الحكومة القديمة والسيد روح المعارضة أكوهيك إمكانياتكم مرات الوليادات يقولون لا احنا نقدر نشكل كتلة أكبر بموجب النتائج الحالية لنفترض أنه سوف يتم المصادقة على هذا بيكم حيل أنت اليوم أستاذ نجم يعني كلش مستعجلتك كأنه الحكومة باشرت راح تتشكل خلي صادقون يا با والله وياك والله وياك إحنا نفس الشيحنام كاتل نظيم وريدها كون الليلة قبل صلاة الفجر تتشكل الحكومة والشعب يرتاح والله هذه أمنيتنا وأمنيتكم العراقي أعتقد لكن اليوم الحديث عنها بهذا الشكل أعتقد بعدنا يعني هسا يوم 13 المحكمة تعيد المرافع الثانية بالطعون اللي قدمها السيد هادي العامري يعني أو الإطار التنسيقي بعديا وراها من الممكن أن يتتم المصادقة أو لا نعم نعم إذا نتحدث على أساس أن الإجراءات كملت تمت المصادقة بالنتاج الحالي وبدأ الحوار في عملية التشكيل الحكومة نعم نعتقد أن الإطار التنسيقي قادر على أن يتفاوض ويشكل حكومة مع كل الأطراف ولكن لا يستطيع المضي في هذا الأمر بعيدا عن الكتلة الفائزة وهي التيار الصدري نقطرها الصدر هذا غزل هذا غزل جميل كانت رغبة إما إذا لا 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 مغزل جنوني هذا حقيقة وقد ذكر إلى السيد مقتد الصدر عندما جاء في لقائه في بغداد مع أخوته من الأطار التنسيقي وقال لهم أنا لست نعم إذا أنا أريد الحكومة الأغلبية إن استطعتم أن تشكلوا الأغلبية الحكومة فأنا أتجه إلى المعارضة قالها الرجل ما عنده قضية مو قضية مخفية على أحد ترجمة نانسي قنقر